إذن لنبدأ بالصحافة الأمريكية والسؤال المركزي والرئيسي هنا والبديهي أيضا والطبيعي هل لما بنتكلم على الصحافة الأمريكية كأننا نتكلم عن شيء بعيد عن مصر؟ هل عندما نتكلم عن الصحافة الأمريكية والأجنبية عموما لأننا اليوم سنتحدث عن صحيفة بريطانية أو مجالة بريطانية شهيرة بل هي الأشهر في العالم كله هل نحن نبتعد عن مصر حين نتكلم هذا الكلام الحديث هذه القراءة لتلك الصحف؟ إطلاقا بالعكس مصر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بعيدة عن الشأن العالمي والدولي فضلا على أنه أي قرارات نحن حتى على صعيد الشارع المصري يعني قرارات لازم تكون بصة للعالم كله فهم ماذا يحدث في العالم كمان بالنسبة لأننا نحن الولايات المتحدة تحديدا يعني موجودة في اقتصادنا وموجودة في سياستنا وموجودة في جراءاتنا اليومية موجودة حاضرة كما موجودة في العالم كله لكن عندنا لعبة دور متميز بقول موجودة في اقتصاد دم معنى إيه مش بكلم على المعونة الاقتصادية بس لو كلم على صندوق النقد والبنك الدولي وكل هذه الهيئات هي في الأول وفي الآخر أدواتهم من أو مؤسساتهم من مضلة أمريكا يعني فإن أرادت أمريكا فتحت الأبواب وإن استاءت أمريكا مش هقوله غلقت الأبواب واربت يعني فعشان كنا لازم نقرأ أمريكا نحاول أن نقرأ أمريكا خصوصا يا جماعة أن أمريكا ليست أمريكا واحدة ودي الأزمة الدائمة المستمرة في علاقاتنا باللوقات المتحدة الأمريكية من قبل 52 ايه الأزمة دي؟ الأزمة أنه طول الوقت عندنا حكومة مصرية حكم مصري دولة مصرية أي أن كانت بقى في عصر الملكية أو في عصر الجمهورية تنظر إلى أمريكا وتتعامل مع أمريكا الإدارة الأمريكية الحكومة الأمريكية إنما قدرتها على مخاطبة الشعب الأمريكي المجتمع الأمريكي المؤسسات الأمريكية تكاد تكون محدودة إن لم تكن معدومة ودي نقطة فارقة لأنه على عكس الدول العالم النامي اللي هو مش عايز ينمو ده بنلاقي إنه في أمريكا المجتمع قادر على التأثير في حكومته بشكل كبير جدا وهائل الإعلام الأمريكي قادر على التأثير في حكومته المؤسسات الأمريكية المجتمع المدني المجتمع الأكاديمي إذا أنت مش متواصل مع هذا المجتمع ومش قادر على بناء جسور معاه ما والإدارة الأمريكية في الحالة دي هتبقى يعني مضغوط عليها لو هم ضدك ومسفق لها لو هم معاك فأمريكا ليست واحدة والمفروض إن الدولة مش بس تخاطب الإدارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية المفروض تخاطب كل الأطياف والأطراف لكن الدول لا تحمل مصدقية كبيرة عندما تتحدث مع المجتمعات اللي بيحمل المصدقية هم المواطنون والمستقلون أو اللي مش مرتبطين بالأداء الحكومي ثم إن الدولة اللي بيكلم باسمها هو سفرها سفراءها ومسؤوليها ووزراءها وده طبيعه منطقي في مصر أو في غيرها الناطق الرسمي الحقيقي باسم الدولة أو باسم حكومتها هو وزير الخارجية هو السفير اللي بيروح يسأل أي وزراء أو مسؤولين إنما اللي بيكلم باسم المجتمع ده موضوع مختلف الدولة الوحيدة اللي في الدنيا في البشرية بتخلي الأحزاب والمجتمع بيكلم باسم الدولة هي ألمانيا ألمانيا عاملة إيه؟ عاملة وزرعة الخارجية دي لها ميزانية الميزانية دي بتتوزع على كل الأحزاب اللي ممثلين في البرلمان الألماني كل الأحزاب اللي بيحكمه اللي ما بيحكمش يعني إذا كان في الإتلاف الحاكم أو في الإتلاف المعارض ياخد حظه مالياً فلوسه فلوس مالياً طبقاً لعدد المقاعد في البرلماني من وزارة الخارجية يعني من ذات وزارة الخارجية دي مثلاً دولة من وزارة خارجية دي اين توزير خارجية ألمانيا؟ فيبقى الحزاب دي لها مؤسسات في كل الدنيا بتمثل الحزب ده وتمثل ألمانيا كانها جزء من وزارة خارجية ألمانيا دي تجربة الوحيدة لما في العالم كله الصفارة هي اللي بيتمثل السفير هو اللي بيمثل وزارة خارجية هي اللي بتمثل حكوماتها كويس؟ ماشي احنا من نسبة لنا عندنا أصوات بقى تخاطب المجتمع الأمريكي اطراف واطياف تخاطب المجتمع امريكا عندنا انما اما في حالة حرج انهم يتكلموا او في حالة غياب انهم يتقلهم يتكلموا او ريبة من انهم يتكلموا يقولوا ايه ويتكلموا ليه واخنا عندنا ثقافتنا ارجع تاني ل52 ثقافتنا من سنة 52 انه اي حد بيكلم العالم يبقى بيتأمر على الدولة او الحكومة دي لابد ان تتغير لانه لما بص انا مين الاصوات اللي ممكن تتكلم باسمنا مع المجتمع الامريكي تروح تزور كونجرس تتعمل حوارات مع اعلمين امريكان مع مجتمع مدني امريكي لما لايه اسماء زي مثلا دكتور حسان بدراوي زي دكتور عماني مسعيد زي سيدة مونة مكرم عبيد زي دكتور زي حواس دي اسماء وغيرها طبعا قائمة تطول يعني يعني مش تطول او الحقيقة هم قليلين من المناسبة عشان برضو الواحد يبقى واضح يعني يعني ده انا بكلم على هؤلاء اللي هم ممكن يكلموا جيل كمان هم عارفين شخصيات امريكية من فترة زاروا امريكا لهم علاقات مع منظمات وجامعات امريكية وغيرهم بقى وفي غيرهم لكن على طول يبقى في حالة انه التعامل بانه في احتكار لمخطبة امريكا طب ماشي لو احتكار حكومي لمخطبة امريكا ده منطقي لما بتخاطب الحكومة الامريكية انما لما تخاطب المجتمع الامريكي بالعكس ليكن مننا اصوات تخاطب المجتمع الامريكي بمنطقة الحرية لانها محتاجين نأثر فيهم ومحتاجين وعايزينهم عايزينهم ازا عايزينهم في كل حاجة على فكرة عايزينهم في الادارة الفلسطينية عايزينهم في قضيتنا احنا عايزينهم في مواجهتنا للارهاب عايزينهم كمان في الفترة القادمة لانه بايدن هيدغط وإدارة بايدن هتضغط وده مش اسرار بتتقال ده بايدن اللي كاتب وقال الكلام ده يعني وزير خارجيته المرتقب كاتب وقال الكلام ده الكلام معلن هناك وشفاف مش مستخبي وتحت ترابيزة حد اشتركوا في القناة